لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول تركيا الخبير العسكري والسياسي خالد المطلق أهلا بكم سيدي أهلا بك مساء الخير إن كنت تسمعني سيد خالد نتحدث عن إعلان البيت الأبيض في سحب القوات الأمريكية من سوريا كيف تفسرون هذا الانسحاب المفاجئ؟ مساء الخير الحقيقة هذا قرار مفاجئ كما تفضلتم في تقريركم لكن له مدلولات واضحة وصريحة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخبط في مواقفها وخاصة أن هناك تناقض واضح بين الرئاسة الأمريكية المتمثلة في ترامب والأعضاء في الكونغرس الذين سارعوا إلى شجب هذه الخطوة هذه الخطوة لها دلالات إذا ما قلنا أن الهدف الرئيسي لدخول القوات الأمريكية إلى سوريا على قلة عددها لا يتجاوز عددها حوالي 2200 مقاتل مع الخبراء ثلاثة أهداف أساسية أولا محاربة الإرهاب المتمثل في داعش ولم تنتهي داعش حتى الآن وسأفند لماذا لم تنتهي داعش حتى الآن الهدف الثاني هو انطلاق العملية السياسية وحتى الآن لم تنطلق العملية السياسية في سوريا والهدف الثالث هو ربما نتحدث شيئاً فشيئاً عن هذه هو إخراج إيران من سوريا نعم هذه الأهداف الثلاثة لم تتحقق ربما سنتحدث لاحقاً عن هذه الأهداف لكن قبل ذلك نتحدث عن تحديات هذا الانسحاب خاصة وأن أحد مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور الجمهوري لينتسي جراهام قال بأن هذا القرار خاطئ الذي تخذه ترامب نعم يا سيدتي هناك هذا القرار بالطبع خاطئ هذا القرار سيشعل المنطقة وسيقلبها رأساً على عقب إلا إذا كان هناك اتفاقات غير معلنة حتى الآن لم يتم الإعلان لم نعرف ما هو موقف تركيا ما هو موقف إيران ما هو موقف الأسد لكن ما تحديات هذا الانسحاب سواء على سوريا أو دول جوار نتحدث أيضاً عن العراق لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في المعركة الأخيرة ضد داعش في المنطقة لفصل الأنبار ونينوى عن منطقة البادية الشامية وهذا هو الهدف الرئيسي من هذه المعركة على الرغم من أن داعش لم تنتهي حالياً فتداعيات هذا الأمر لصالح إيران ولصالح النظام السوري ولصالح روسيا وهذا ما صرحت به روسيا بأن الوجود الأمريكي في سوريا هو غير شرعي وبالتالي رحبت بهذا الانسحاب إذن ما قامت به القرار الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية قرار يخدم إيران بالدرجة الأولى وهذا أيضاً صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ قليل وقال أن أمريكا تركت إسرائيل تقوم بوحدها بمحاربة إيران وستقوم بوحدها بمحاربة إيران هذا خطر على المنطقة وأعتقد أن المنطقة ستشتعل ليس في سوريا فقط إنما في المنطقة بالكامل لأن مجرد دخول القوات التركية إلى هذه المنطقة ستكون هناك معارك طاحنة إذا قامت قسد في التحالف مع قوات النظام وقوات والميليشيات الإيرانية والقوات الروسية هذه المنطقة ستشتعل كما قلت وأعتقد أننا أمام حرب لا هوادة فيها كما تفضلتم في بداية هذا اللقاء تحدثتم عن هل فعلياً تمت هزيمة تنظيم الدولة في العراق والسوريا وهذا كان من بين الأهداف الأساسية لتواجد الأمريكي في سوريا كيف تفسرون هذا الانسحاب رغم عدم هزيمة تنظيم الدولة هناك الحقيقة لا يوجد هناك أي تفسير عسكري أو استراتيجي على هذا الانسحاب داعش الجميع يعرف وأنا مختص في مكافحة الإرهاب داعش الآن هي أقوى مما سبق لسبب محيد أنها تعتمد على القتال في الشوارع والقتال في الإغارات والإغارات على تجمع القوات إن كان الأمريكي أو المعادية لداعش لذلك داعش هي ضعيفة في قتالها على الجبهات وقوية جداً في قتالها في حرب العصابات داعش لم تنتهي في سوريا أو حتى في العراق هناك في الأنبار هناك الكثير من خلايا داعش هناك الكثير في البادية الشامية الممتدة من شرق مدينة تدمر وصولاً إلى غربي نهر الفرات إلى البوكمال هناك قواعد رئيسية هناك سلسلة جبال تدمر الشرقية هناك أوكار ومغارات كبيرة جداً تتسع لألاف المقاتلين من داعش موجودين حالياً لذلك داعش لم تنتهي وهذا كلام الرئيس ترامب لا أعتقد أنه صحيح وهو بالتأكيد ليس صحيح داعش قوية حتى الآن قوية وهي لن تنتهي لا في سوريا ولا في العراق ما هو السيناريو المتوقع أن تكون الإدارة الأمريكية قد حاكته بهذا الانسحاب تحديداً في نقطة التواجد الإيراني في سوريا الذي كان من أحد الأسباب الأساسية هي محاربة التواجد الإيراني وتمدد الإيراني في سوريا نحن جميعاً نعلم وكأعلاميين نعلم أن ما يقوم به المسؤولون في تصريحاتهم الإعلامية يختلف تماماً يختلف كثيراً عن ما هو على الواقع هناك الكثير ألاف الدلاء الأدلة على التعاون الأمريكي الإيراني وعلى التدخل الإيراني إن كان في العراق وإن كان في سوريا أو في لبنان لا يمكن لإيران مهما كانت قوية أن تتدخل في العراق أو في سوريا أو في لبنان بدون ضوء أخضر أمريكي وهذا ثبت بالدليل القاطع وانسحاب القوات الأمريكية وقرار انسحاب القوات الأمريكية حالياً هو دليل واضح على أن أمريكا ليست معنية في وجود الإيرانيين في سوريا إنما إسرائيل تتخوف من تمدد القوات الإيرانية ولذلك تقوم بتقليم أظافرها لهذا نقول أن الإدارة الأمريكية تدير الأزم السورية ولا تقوم بأي حل استراتيجي ولا يوجد لديها أي رؤية استراتيجية للحل في سوريا ربما ألا يرتبط ذلك بصياقة الدستور وبداية تحضير وتهيئة أرضية للحل السياسي لا أعتقد أن هذا الأمر يتعلق في الدستور هناك مسارات المسار في أستانا يقوم به الدولة التركية وإيران وروسيا وهم مسؤولون عن هذا الأمر وفي جنيف الأمم المتحدة صحيح أن هناك هيمنة أمريكية لكن حتى الآن لم نضع أو لم نشاهد الخطوات العملية أو الآليات على الأقل تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى مرحلة انتقالية وحكومة انتقالية إنما أعتقد أن الأمريكان يريدون من هذا الانسحاب هو إطلاق يد روسيا لإعادة إنتاج بشار الأسد ونظام بشار الأسد وهذا هو القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد أوباما إلى أين تظن أن هذا القرار يرتبط بشكل أو بآخر بتواجد التركي مؤخرا وكانت الإعدادات العسكرية في منطقة شرق الفرات هناك تباين واضح بين الرؤية التركية والرؤية الأمريكية للواقع على الأرض هناك قوات تركية على الأرض يتم تحشيدها وهناك تصريحات تركية على رأسها تصريحات طيب أردوغان على أن هناك معركة قادمة لا محالة وأعتقد أن هذه التصريحات هي في هذا الإطار هي التي دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانسحاب لعدم الصدام مع القوات التركية والأمريكان يعرفون أن القوات التركية لا بد أنها ستدخل لحماية أمنها القومي على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا لذلك الولايات المتحدة الأمريكية سحبت الكثير من القواعد على الرغم أن هناك قواعد كثيرة وأعتقد أن هذه الأيام التي حددوها حوالي 100 يوم صعب جدا أن تنسحب هذه القوات بهذه الفترة الزمنية القليلة 13 قاعدة للقوات الأمريكية موجودة وحوالي 2000 إلى 2100 مقاتل أعتقد أنه من الصعب سحب هذه القوات وبالتالي يمكن أن إذا بدأت المعركة في شرق الفرات وقامت تركيا في هذه المعركة أعتقد أن هناك سيكون صدام بين قوات التحالف على الأقل لأن هناك أيضا قواعد عسكرية فرنسية وإيطالية وبريطانية في هذه المنطقة هل تتوقعون أن المواقف الأوروبية ستنضم إلى الموقف الأمريكي؟ لا أعتقد وهناك مؤشرات على أن الموقف البريطاني تسارع وشجب هذا القرار الأوروبيون يريدون إحلال السلام وأطلاق عملية السياسية في المنطقة بينما هناك استراتيجية أمريكية واضحة على تفتيت سوريا ومحاولة ضعاف كافة الأطراف إن كان الأطراف الجيش الحر أو الطرف التركي أو قسد حتى قسد هي تخلت عنها وهذا من طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها عد وليس لها أي حليف على الإطلاق على مستوى العالم شاهدنا ماذا فعلت في السعودية وماذا فعلت في الكثير من حلفائها في المنطقة وماذا فعلت في العراق وماذا فعلت في إراق فعلت الكثير لكن هناك تحالفات استراتيجية لا تحترمها الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هي تقوم بتحقيق مصالح آنية وليست مصالح على المستوى الاستراتيجي لأمريكا الخارجية الروسية وصفت الانسحاب الأمريكي من سوريا بأنه تسوية سياسية كيف نقرأ هذا تصريح؟ يمكن أن يكون هذا تسوية سياسية بحيث يتم السيطرة على الشمال الشرق السوري ويكون تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عفوا تركيا وصولا إلى البوكمال لضبط الأمور وضبط وبالتالي تحقيق مطالب تركيا في إبعاد حزب العمال الكردستاني إلى خارج الحدود وبعيدا عن يتأثر بذلك الأمن القومي التركي روسيا ترحب بهذا الأمر وهذا طبيعي هذا القرار لصالح روسيا ولصالح النظام ولصالح إيران وهذا مؤشر واضح على ما تناقلته وكالات الأنباء عند انتخاب ترامب على أن ترامب هو لعوبة في يد بوتين وهذا ما أثبتته الوقاعة والحقائق على الأرض شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والسياسي خالد المطلق كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول تركيا